طيب لسه كلامنا عن مؤتمر المناخ الحقيقة لسه ما خلصش مؤتمر المناخ مش هيكون مجرد مؤتمر لمناقشة السياسات المناخية وتوفير التمويل التكيف مع المناخ فقط المؤتمر هيخصص كمان أيام لمناقشة موضوعات كتير على سبيل مثال يوم الحلول اليوم ده هيشارك فيه الجمعيات والمنظمات والمراكز البحثية زي كلية البحوث البيئية في جماعة عين شمس والهاتف راح تطبيق لخفض الانبعاثات ده بخلاف تطبيق البصمة الكربونية وأيضا برامج سفراء المناخ خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن يوم الحلول من دكتور نوها دونيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جماعة عين شمس سباح خير راح دايك يا فندم وأهلا بيكي معنا في سباح خير سباح النور يعني وإحنا بنتكلم عن تطبيق يعني مختص بفكرة خفض الانبعاثات تغير كمان تطبيق البصمة الكربونية يمكن دي المشكلة اللي بيتمحور حولها قصة تغير المناخ بشكل عام قبل ما نتكلم عن هذا التطبيق بالتفصيل خلينا نعرف من حضرتك يوم الحلول إيه اليوم إيه اللي هيحصل فيه فعاليات اللي هتكون موجودة خلال هذا اليوم يا فندم هو فعاليات هو يوم الحلول يحتوي على فعاليات كثيرة وعديدة من وزارات مختلفة تابع الجزء اللي هو البلو زون خاصة بالوزارات والجماعات واللهيئات والمؤسسات يوم الحلول بيتكلم عن ظاهرة التخفيف والتكايف من ظاهرة التغير المناخ وبالتالي كل إحنا لدينا سيشن خاصة مع وزارة الاتصالات عامين منصة خاصة بالتغير المناخ كوعي وكالمواطنين عامة إيه هو التغير المناخي إيه هو الاحتباس الحراري إيه الفرق بين التقص والمناخ إيه التأثيرات المختلفة على القطاعات هو الطالب بيدخل هو سلف لورنج يعني بيدخل تعليم ذاتي تعليم ذاتي إلكتروني داخل المنصة على أربع أسابيع يدخل يشوف كل المحتويات الخاصة بالمنصة يجاوب على أسئلة يمتحن على المنصة يطلع على الأسبوع الثاني والثالث والرابع وفي الآخر يتخرج ياخد شهادة إنه هو زي دبلوم دورة تدريبية أو دبلوم تدريبي عن التغير المناخي عشان يعمل إيه؟ يبقى هو عنده وعي كامل جدا بكل إحنا كزراء أكاديمي للدولة كجامعة ككلية الدراسات العليوة البحوثي بيئية من ساعة الدولة الزاهوة نرفع وعي المواطنين مهم جدا تقريبا 30% من الإمبعاثات قادمة من المواطنين وفيه ناس كتير قوي مش عارفة المعلومات دي يعني مش مجرد مؤسسات ومصانع لا المواطنين ليهم صحيح ليهم وليهم مشاركة في البصمة القاربورية بالضبط كده وبالتالي إحنا كدورنا كأكاديمية لحنا نرفع الوعي للمواطنين في مجال التعرف إيه هي تغير المناخي مفعش يبقى فيه مؤتمر بهذا الزخم زي ما حاك شايفة 30 ألف وإن شاء الله متوقع يكون في شرم الشيخ مشارك لازم المواطن كله يعرف إن مصر مصادف المؤتمر إيه المشكلة التغير المناخي بتأثر عليه هو شخصيا ومتأثر على الدولة عامة وبالتالي ده دولنا كأكاديمية لحنا نرفع وعي المواطنين في هذا الشعر نعم دكتور نوها يمكن التحدي الأكبر والأبرز من خلال قمم المناخ مش هتكلم على القمة اللي احنا بنصطدفها كوب 27 لا هنتكلم من قمة فرنسا تحديدا وهو فكرة تخفيض الانبعاثات الكربونية ده التحدي الأكبر بالإضافة لتقليل درجات الحرارة للواحد ونصف درجة اللي احنا بنتكلم عنها إيه التصرفات البسيطة أو الحلول البسيطة اللي نقدر من خلالها نحقق هذا الهدف الأعضاء والله الحلول بتنقسم إلى أكثر من مجال أول حاجة ترشيد سهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة وده أنا بصراحة بقول اللي احنا مصر صبقة جدا في الاهتمام بهذه الحلول لأنه كانت مبادرة فقامة الرئيس عفتاح السيسي في التحضر الأخضر بتنادي لهذه الحلول من 2020 قبل قمة المناخ وقبل استضافتها استضافة مصر لها كان فيه ست نقاط بتتكلم عليها المبادرة وهي دي فعلا كلها ممارسات للخفض من الإمبعاثات الكربونية أول ممارسة زي ما أنا قلت اللي هي الطاقة الجديدة استخدامها وتستخدمها متوسعة أكتر داخل المنازل وداخل المصانع واللي هنجي حوافز للمصانع على مستخدمها للطاقة الجديدة في الإنتاج للمؤسسات والوزراءات المختلفة والمواطن اللي في بيته يستخدم طاقة جديدة ممكن يديره مثلا خفض على استهلاك الكهرباء خفض على الضريبة بتاعته يبقى حين نجي حوافز للمواطنين ده مهم جدا تاني محور هو ترشيد استهلاك الميا والميا برضو من الحاجات المؤثرة جدا سواء لأن محاطات المياه ومعالجة المياه كلها بنستهلكة لكهرباء وبالتالي بالضبط احنا شايفين دلوقتي أوروبا قد إيه فيها أستراليا أمريكا يعني كل الدول دلوقتي بتعاني من جفاف الأنهار بالضبط تالت حاجة هي إدارة المخلفات وتدوير المخلفات وده برضو كانت بتنادي بها المبادرة ودي مهم جدا أنه كان بيحصل حرق المخلفات وده بتؤدي إلى زيادة الإنبعاثات الكربونية فأنا عايزة أواعي المواطن أن المخلف ده صار وقوميا هو يدي دخل بالعكس ده عنده منتجات ودخل مش مشكلة إحنا وكمان بتؤدي إلى مشكلة أخرى في الحرق لهذه المخلفات تالي رابع حاجة إشراك زي ما تمكين المرأة وإشراك الشباب في التوعية وده كل ده ندى بيها مبادرة التحضر الأخضر ده برضو ده عامل جامل جدا في مكافهة التغير المناخي والقضية ففيه ممارسات كتير إحنا لدينا بها مأمسة صباقة فيها وإن شاء الله هي دي إن شاء الله تساعدنا على مجهة التغير المناخي بإذن الله دكتور خليني نتكلم مع حضرتك عن التطبيق اللي هيتم طرحه الخاص بخفض الانبعثات الكربونية وأيضا يعني ده التطبيق ده نتكلم يعني وإحنا بنفكر يعتبر حال المشكلة بصفت كمي يعني هذا التطبيق هو تطبيق على الموبايل يعني أبس على الموبايل بتنزليها وبتحسبي كل حاجة بتستهلكيها في المنزل وده أو مرة يتعامل باللغة العربية أو مرة يتعامل في الشرق الأوسط هم عمول في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي استرادية لكن باللغة الإنجليزية فإحنا حاولنا نعمله يبقى سهل جدا للمواطن العادي أنه يفهم هو أول حاجة بيركب مواصلات قد إيه هل هو بيركب مواصلات عامة ولا برايفت كارز ولا كم عربية عنده في المنزل كم كيلو في اليوم هو بيتسافر بالطيارة بيدخل جزء خاص من مواصلات لأنه طبعا متساهم في تحرق الوقود على حفوريو وبالتالي إمبعثات الكربونية الثاني حاجة هو بيستهلك مية قد إيه في منزله وهل هو بيركب حاجات لترشيل سلاك المية في المنزل ولا لأ وفاتورة بتاعته قد إيه بيدخلها بيستهلك طاقة قد إيه في المنزل وهل في جزء طاقة جديدة ولا لأ بيعمل تدوير مخلفات وإيه الشراء نوعية الشراء اللي عنده المنتجات هل بيشتري حاجات بلاستيكية وورقية ويعمل تدوير ديها داخل المنزل ولا لأ ويعمل تراعة أسطح وطبعا أنا بقول الحل السحري داخل المنازل تراعة الأسطح تراعة الأسطح بتؤدي إلى تقليد من سنوكسيدي الكربون زيادة نسبة الأكسوجين كمان خفض تراكات الحرارة وده سهل جداً تطبيقه في المنزل وإحنا عندنا وحدة خاصة بالتحول الأخضر فيه مشروع ما يكلفش أكتر من 5000-6000 جنيه للمرأة المعيلة للشاب اللي لسه متخرج الابليكيشن ده والأبس ده لو أنا عاوز أن نزله اسمه إي أسيرش علي اسمه شامس فود برينت جامعة عين شامس فود برينت اللي هي البصمة الكربونية موجود على الموبايل وموجود كمان كويب بيج عندنا على السايد بتاع كله معنش حاسع أن هنا حضرتك علشان دايماً بيتردد يعني العبارة بتاعة البصمة الكربونية إيه هي البصمة الكربونية هو مدى مساهمة الفرد في الإمبعاثات الكربونية كمية مساهمة الفرد وليها ستاندرد عالمي موجود وإحنا بنحاول نوصل للمكاس العالمي للبصمة الكربونية للفرد في الشهر أو في العام وبالتالي إحنا بتحسبي كل البصمة الكربونية وكبان بنيجي توجيهات وتوسيات للمواطن طبع أنت تمان طبيعة أكله الأكل نفسه بيؤثر على البصمة الكربونية طبيعة الأكل اللي بتاكله يعني لو تتوقعي مثلاً طفاحة مستوردة من أمريكا وبيشت في الطيارة ورجبي الطيارة وجدت موكالتين دي كلها بتساهم في البصمة الكربونية الناس مش بتخيلة إيه الحاجات فهو بيدخل كل اسلوب حياته واستهلاكاته المختلفة الموارد الطبيعية وإحنا بنقوله لأ أنت استخدم ده ده زيادة بصمة كربونية زيادة أضعاف عن البصمة العالمية أو ضعفين ومنتابع معاه هو بيدخل كل ممارساته الشهرية ومنتابع معاه قد إيه استهلاك البصمة الكربونية فده كده يرفع الوعي للمواطن وبعا ريكمونديشن التوسط اللي احنا بنقوله له وفي نفس الوقت هو بتطبيق بسيط على الموبايل ينفع للشاب للطفل المواطن العادي فإحنا حولنا بطريقة رفع الوعي للمواطنين بصمة كربونية وكمان بنديهم توجيه إزا هما يقللوا بصمة كربونية في نفس الوقت عملنا بطلة سفراء المناخ سفراء المناخ إحنا بنعد شخص أو شاب أو مواطن تي أو تي يعني مدرب محترف خاص بيبقى سفير المناخ في مكانه في المحيط اللي عايش فيه في البيئة اللي عايش فيها في أسرته سواء كان بقى من طلاب من جامعة عين الشامس من أعضاء التدريس فيه أنامايات كتير قوي فئات مختلفة هم مشتركين معنا بنديره 28 ساعة تدريبية بيجي يدخل على هي أونلاين عشان بنسهل فأونلاين ساعتين في اليوم بيدخل ومعا خبراء في التغير المناخي بنديره كل حاجة عن التغير المناخي وبالتالي هو بيطلع برضه هو شخص ملهم وهو بيتعهد إن كل واحد من خارج البرنامج بتاعنا يقدر إن هو يدرب حوالي 200 فرد فإحنا عندنا كان 5000 متدرب لو ضربوا 200 فرد بقى هكذا وصلنا إلى مليون سفير المناخ في مصر تجربة دي تعملت في إنجلترا قبل كوب 26 وشاركه وإحنا مشاركين بساشن إن شاء الله عن سفير المناخ في كوب 27 وهنعرف تجربة مصر وإزاي الناس فعلا أنا عندي تجاوب رهيب وعندي سفير المناخ صغير الطفل نفسه دي بقى نقطة مهمة كنت حابة أتكلم مع حضرتك فيها مهمة جدا أنه يعني هي خلينا نقول أنه أهم عامل من عامل التعامل مع قضية تغير المناخ هو الوعي ولما نتكلم عن نحن بننشئ نشأ صغير واعي ومتفاهم أهمية قضية المناخ بتفرق كتير جدا حضرتك قلت لو أنا أتكلم عن برامج تدريب سفراء المناخ بيكون شاب أو شابة بيدخلوا بيحاولوا يعرفوا أكتر عن هذه البرامج التدريبية وبيشتركوا فيها وبيخلصوا ساعات تدريبية بس فكرة الأطفال الوصول ليهم مش سهلة وفي نفس الوقت مش هتبقى نفس ألية وصول الشباب لهذه البرامج خالص مختلفة هما جمع عندنا بقى في كلية على واحد تحاول الأخضر شايفه عملوا الحاجات جي بإيديهم اتفاق مع مدارس احنا عملنا يعني تجربتين أول تجربة كتمية جامعة الطفل كتمية طفل جامعة الطفل تبع أكاديمية البحث العلمي قضوا يوم في كلية يعني من الصبح دقريبا من الساعة تسعة خلصنا ساعة ستة يوم كامل بيتدرب تدريب تطبيئي على بصمة كربونية الطفل عرفة بيشوف حاجة أصاده مختلفة تماما غير كبير غير الشخص الكبير وبالتالي هو شافت وحده شافت طاقة الجديدة هو عمل نفسه طاقة شمسية صغيرة نموذج له ركبها وشافها وتطلع شحنة على الموبايل عندنا عملنا تدوير ورق ورق الكلية عندنا هو نفسه طلع منه شنطة ورقية خدها معا وشاف ازاي والورق ده ممكن يستخدم كتدوير كل ده معلمات ترسخ فيه زهن الطفل من موزة صغر أسئلتهم جميلة جدا عندهم شغف للتعلم احنا بصراحة مبسطنا يعني أحسن يوم كنا سعادة جدا بالأطفال الموجودين تاني تجربة كانت من مدارس خاصة ومدارس حكومية قدوا معنا برضو يوم داخل الكلية وبتدروا هما ينشروا انا يعني احنا بلغش بنجمع مبادرات من مدارس المختلفة جيبنا أكتر المدرسة نشرت عندهم مسابقات اشتركوا فيها عندهم أفكار احنا نساعدهم على تنفيذها تطبيق فعلي ديناهم جزء طبعا النظري المبادئ الأساسية بطريقة سهلة تجارب علمية بطريقة سهلة توصل مع المعلمة لهم لعب خاصة مثلا زي سلم وزعبان زي بنك الحظ كلها على الحقوق والمواطنة البيئية والحقوق البيئية وازا هو يحافظ على البيئة طبعا دي كلها طرق الطفل التعامل معاه مختلف تماما بس أنا عندي أمل ان احنا ان شاء الله بعدها معظم المدارس تلبيت انها تيجي يقضي يوم الطفل عندنا وممكن احنا نروح لهم في المدرسة يعني وزيرة تعليم قال ان في يوم يبقى فيه نشاط للطالب في المدرسة ممكن يبقى النشاط ده عاوز افعل حضرتك عندي تحديدا واحنا مقبلين على بداية عام دراسي جديد خلاص عاوز اعرف من حضرتك دوركم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال العام الدراسي بالضبط احنا فكرنا في التجاهين ان الطالب يجي قضي ديوم ده عندنا في الكلية ويشوف كل الممارسات بالتعاون بين مدارس مدارات التعليم المختلفة ومدارس المختلفة تاني حاجة احنا ممكن نروح لهم يقوم ونعمل لهم ندوات داخل المدرسة وده باتفاق في دول قاتل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم ان شاء الله في المدرية اكتر من المدرية بحيث ان تفق معهم على رفع الوعي ده فعلا محتاجه جدا وممكن يطبق نفسه داخل المدرسة ممكن يعمل تدوير مخلفاته داخل المدرسة نفسها ممكن يزرع داخل مدرسته يعني هو ممكن يطبق اللي احنا منقوله هو سفيرنا داخل المدرسة معاذه ملاقه هو يبقى سفير المناخ الصغير داخل مدرسة بس ده بيتم اختياره ازاي فن المية طفل كانوا مشتركين في جامعة الطفل وقدم اختيارهم عن طريق اكدامية البحث العلمي الاطفال التانيين كانوا داخلين في على الاستمارة عندنا وكتبوا وعملوا انترفيو معنا كانت في الحوار الوطني للطفل مع وزارة البيئة وده احنا اخترناهم وجموا ممثلين عن مدارس حكومية ومدارس خاصة يعني اللي بيأفهم حضرك انه اللي بيشارك في هذا اليوم كلهم بيبقوا سفراء المناخ من الاطفال اه من الاطفال بيطلع بعد بيقضي يعني حوالي يعني من 9-6 ساعات كتيرة بيقضيها معنا يطلع ياخد شهادة سفير المناخ الصغير عندنا كمان تاريت حاجة سفير المناخ الافريكي احنا مصر بتمثل صوت افريقيا صحيح فبالتالي عملنا دورة حوالي الف سفير المناخ الافريكي من 52 دولة افريقية ودخلوا معنا برضو اونلاين وكان عندهم مشاكل كتير هم عايزين يستفيدوا من خبرة مصر مصر بالنسبة لهم الاخت الكبرى وعايزين يستفيدوا احنا عملنا ايه في التغير المناخي بدلنا ووريهم استراتيجية مصر 20-50 مشكلة الغابات في مصر عندهم قطع الغابات عندهم حرائق الغابات وبالتالي هم بدلوا يتبادلوا معنا المعلومات وعندهم فعلا وهي ان شاء الله يشتركوا معنا برضو في استيشن بتاع سفير المناخ اللي احنا عمينوه في كوب ان شاء الله دعوني اسأل حضرتك سؤال يعني كعميدة للدراسات والدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعةين شمس مصر تستضيف حدث كبير حدث عالمي يشارك فيه يعني تقريبا كل دول العالم شايفة ازاي مدى الزامية هذه الدول للاهتمام بالقضية المناخية لان احنا شفنا يمكن كان اول نسخة في فرنسا تم توقيع عدد من الدول على الالتزام لكن اغلب الدول في اوروبا لم توفي بهذه التعهدات ايه مدى الزامية ده في ظل التغيرات اللي موجودة حاليا وبقت ملموسة ويتم رؤاها رؤى العين من حرائق في الغابات ارتفاع درجات حرارة في اوروبا بشكل غير بصبو جفاف انهار بنتكلم على اوروبا وبنتكلم على اسيا يعني اصبحت حاجة مهمة وحاجة ضرورية الحفاظ على التغيرات المناخية كي نسلم جميعا وكي تسلم البشرية بالضبط ايه الزامية ده انا متفقلة جدا بقبط بالضبط مصر هي النظمة وبالتالي عندنا ملف شامل بكل الخسائد اللي ممكن تنتج نتيجة تغير المناخية على الدول النامية ومنها طبعا مصر وعلى افريقيا فهنقدموا ان شاء الله في القبط تاني حاجة اننا بالعكس الخسائد اللي هما شافوه في اوروبا من جفاف ومن هرائق وكده هما يعني اكتر اكتر احساسا من المشكلة ووصلت لهم وبالتالي انا زمانا ما كنت بتكلم عن المحاضرات يعني تغير المناخية من سنة 2000 كانت الناس بتقول لا ده مش هيحصل اي حاجة احنا عايشين وسط الظاهرة يعني الظاهرة موجودة عندنا في كل مكان في العالم وصلنا للقمة وصلنا للقمة وبالتالي احنا اعتقد انهم هايبوا اكتر مرونة اكتر تفهوا للوضع لانهم نفسهم متؤثرين ولف مصر قوي جدا تجهيزتها في الكوب قوية جدا وبالتالي ان شاء الله يكون في ناتج ويكون في تعاون اكتر منهم مسمر على نتائج كلها مشكلة المناخ مشكلة عالمية مش مشكلة محلية وبالتالي لازم كل جهود تتظفر معنا وكله يتعاون معنا واعتقد اننا عندي تفاقل بالنتائج لتتظفر عن كوب 27 ان شاء الله ان شاء الله نشكر حضرت جزيز شكر دكتورة نوها دونيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الباية بجماعة عن شمس نورسين يا فرح شكرا شكرا